الشاب ده حكالي عن مشكلة حصلت معاه وهو صغير أصحابه كانوا دايماً بيتريقوا عليه وعلى حجمه ووزنه وكان مش بيقدر يجري في الملعب فكانوا بيخرجوه بره الملعب وبعد شوية عملوا شلة وكمان طلعوا بره شلة علشان مش حابين وجوده معاهم كبر الولد وبقى الشاب اللي قابلته لكن قابلته هو فاقد الثقة في كل اللي حواليه مش قادر يندمج مع أي جروب دايماً مش عايز يتكلم ووزنه كمان زاد أكتر وكأنه كان بيهرب من كل الكلمات السلبية اللي جواه في شكل أكل ونهم للأكل التنمر انتشر حوالينا وللأسف كتير مننا بيتعرض للموضوع ده للأسف الكلمات السلبية اللي بتتقال في التنمر بتعمل مشكلة نفسية كبيرة للشخص بيتعب جداً منها وبتأثر جداً عليه الشخص اللي بيتنمره عليه يبيبقى انطوائي يبيعن عزل وممكن كمان يبقى عنيف جداً وممكن يعمل رد فعل انه يبتدي هو كمان يتنمر على غيره يسوع كمان اتنمره عليه واكتاز في نفس ألم التنمر ده كل الوقت كانوا بيقولوا عليه انه مختل واوقات كانوا بيقولوا عليه انه بيه شطان الحقيقة مفيش حد فينا ما تعرضش للتنمر أو السخرية لكن اتعلمت اني ارفض ده ومقبلش الكلمات دي على مستوى عملي وعلى مستوى روحي كمان على مستوى روحي اتعلمت ااخد الكلمات دي وادخل بيها قدام الرب هو بيحول مصار التعب النفسي اللي جوايا وبيديني شفا نفسيتي وغفران كمان للي أساءه إليا اتعلمت كمان أعمل حاجات عملية علشان أخرج من أجواء التنمر اني أعرف امتي وهويتي كإنسان وصنعت يد الله الله نفسه شايفني جميل اني أبعد تماما عن أي أجواء فيها ترياءة أو اسلوب في تقليل من الأدامي اني كمان مهزرش بطريقة فيها كلام سلبي على شكل الأدامي أو لبسه أو حتى وزنه اني لو تواجدت في مكان الناس بتعمل كده سواء في مدرسة في الجامعة في الشغل ألفت نظرهم إن ده مش مقبول لو مريت بأجواء تنمر ابعت لنا رسالة وحد من فريق الخدمة هيصلي معك